نادر، مميت، ومرتبط بفيروس إيبولا هذا كل ما نعرفه عن فيروس تم اكتشافه في دولتين وقعتين على جانبي القارة الصمراء ويسمى ماربورك لكن الأمر ليس مستغرباً فمنذ ثلاث سنوات، أي عند انتشار فيروس كورونا عجز الأطباء عن معرفة تفاصيل كاملة أو دقيقة حول الفيروس لتأتي بعدها الدراسات التي فسرت طريقة انتشاره وعوارضه عموماً تصيب فيروسات مثل كورونا، إيبولا وماربورك الحيوانات عادة وتنتشر إلى الأشخاص في بعض الأحيان لكن عدم معرفة المصدر الحيواني الأصلي للعدوى يبقي مسار انتقال عدوى الفيروس للشخص غير واضح خبراء الصحة رجحوا أن تكون إصابة الشخص الأول بالعدوى نجمت عن التعامل مع حيوان مصاب بالعدوى أو أكله لتكون بداية للطفرة الأولى منه لتنتقل العدوى بعدها من شخص إلى آخر إما باتصال مباشر بالجلد أو بسوائل كاللعاب أو الدم وكما بدايات كورونا مؤشرات عدة أشارت إلى أنه لا يمكن للأشخاص نقل العدوى قبل ظهور الأعراض عليهم أما عن مرحلة ما بعد الإصابة وبحسب خبراء يقوم جهاز المناعة بالقضاء نهائياً على الفيروس فيما يبقى لبعض الوقت في مناطق من الجسم محمية من الهجمات من قبل جهاز المناعة إياد حمود العربية ترجمة نانسي قنقر